القطى الغراب سأحدثكم عن القطى الأبلق الطائر المغرد والدغناش يمكن أن يوجد القطى والأبلق والطائر المغرد والدغناش في أكثر من مكان لكنه غالباً ما يوجد في المناطق الرملية والصخرية الحارة يمكن أن يشاهد القطى كالسنائية البطن في الجزيرة العربية لكنه يوجد أكثر في الصحراء هل تعلم؟ يبيض القطى في الحفر الضحلة في الأرض ويمكن حتى أن يستخدم موضع أثر قدم جمل كعوش يعيش الطائر المغرد والأبلق في الصحراء بشكل أساسي يمكنك مشاهدة عديد من مثل هذا الطائر الصحراوي في الصحراء في الشتاء يزور الطائر المغرد الصحراوي الجزيرة العربية في الشتاء سمي بهذا الاسم نسبة إلى صوت تغريده الرملية الحارة يقطات القطى كالسنائي البطن على الحبوب لذا لا يحصل على الماء من طعامه ينبغي أن يجد الماء من مصادر أخرى يمكن أن يطير ستين كيلو متر ليعثر على ماء شربه تبل هذه الأم ريشها في الماء حتى يمكن لصغارها شرب الماء منه لاحقاً كثيراً ما يوجد الدغناش الرمادي على أطراف الصحراء يأكل الحشرات والطيور الصغيرة والزواحف والثديات الصحراوية مثل فأر العضم واليربوع يصيد هذه بالقفزة عليها من عشه وقد يمكنه حتى صيد طائر أثناء تحليقه في الجو يعلق فريسته على شوكة طويلة بعد أن يصيدها مباشرة كي تثبت بقوة أثناء أكله لها أصدقائي سأحدثكم عن الغراب 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 بني الرقبة طير كبير الحجم إذ يبلغ طوله خمسين سنتيمتراً الغراب بني الرقبة هو الغراب الأسود الوحيد الذي يمكن مشاهدته في سحار الجزيرة العربية كثيراً ما يشاهد طائراً فوق الصحراء بأعداد ضخمة باستثناء أوقات التكاثر الغراب طائر ذكي يستخدم تيارات الهواء الدافئة ليدور في السماء هكذا منقار الغراب بني الرقبة ثقيل وذيله على شكل إسفين يقتات الغراب على القمامة ويتناول الطعام في أي فرصة سانحة ويسرق حتى صغار الطيور الأخرى من أعشاشها هل تعلم؟ غالباً ما يجد الغراب بني الرقبة أشياء غريبة لبناء عشة ويمكن أن يستخدم حتى الأسلاك النحاسية يتكاثر الغراب بني الرقبة في الصحراء ويحب بناء عشه في المنحدرات الصخرية لكن إذا فشلت في العثور عليها تبحث عن شجيرة مثل هذه يبدو العش غير مرتب كما لو أنه لم يبنى جيداً تبيض أنثى الغراب البني خمس بيضات زرقاءة في هذا العش سرعان ما يفقص البيض يبدو ريش صغار الغراب داكن اللون في منتهى الخفة سلسلة الطيور في الجزيرة العربية لم تنتهي بعد هناك المزيد من المعلومات الجميلة والمفيدة لا تنسوا مشاركة رابط هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم وأيضاً الاشتراك بالقناة واذهاب إلى بوقع مدرسة والاشتراك به أيضاً ألقاكم في الفيديو القادم إلى اللقاء